تريد هذه الفوضى تبقى تريد تبقى تسرق بعيد عن القوانين زين رافق هذه الموجة والاعتراضات على القانون كتاب إصلاح الرياضة من السيد مقتدى الصدر نشوفه يا شباب على الشاشة والتعليق إلك سيد ميثم الإصلاح يتضمن وزارة الشباب والرياضة لجنة الأولمبية الاتحادات الرياضية المنتخب العراقي الوطني لكرة القدم بتوقيع من السيد مقتدى الصدر يعني مضمون الكتاب واضح يعني التيار الصدري إذا يفكر أنه يكون وصع على الرياضة العراقية فأنا أعتقد هذا فالموضوع راح يخلق تراجع كبير للرياضة ودخلنا بمشاكل كثيرة فأنا أعتقد هذا المضمون لأن الرياضة مسؤولة عنها الدولة الحكومة مسؤولة عنها بس المحل للتيار الصدري من حق أن يراقب من يدعي به لأن أصواتنا وصلت السيد مقتدى الصلاة نحن ألف مرة قلناه كثير من الأشخاص وكثير من يلصقون جسدهم بالتيار الصدري يتحدثون ويهددون ويبتزون العالم بإسم التيار الصدري وهم بريئ منهم التيار الصدري فمن حق التيار الصدري شكل يعني الرياضة هم دخلت لهذه المسميات؟ طبعاً طبعاً لهذه التيار الصدري هذه حركة ذكية لمتابعة من يدعي أنه بالتيار الصدري ويضغط ويبتزون وحتى بدأ يؤثرون على أعظام مجلس النوار هذا حديث واقع الحديث أنهم يدون يؤثرون حتى على مجلس النوار حتى لا يقرر القانون فتشكيل اللجنة إذا كان المقصود منها اللجنة أنه متابعة من يسيء بالرياضة إلى الدار الصدري فهذا مشروع أنا أعتقد أنه رح يكون إلى أبعاد جيدة باتجاه الرياضة العراقية دزيت الرسالة اليوم شعندك ويالتليفون قطينيا قطيك يا لاجل يضحكني يقلي الهدوء ما يكني داك قلي دزليا تحياتنا الكافة رأيك بكتاب سيد مقتد الصدر طبعاً أتفق مع سيد ميتام حقيقة وأتمنى أنه دائماً اللجنة اللي شكلت من قبل السيد أن تدعم شخص عباس عليا وأن يشكل اللجنة بعيداً ما ستفاصل هذه اللجنة؟ لا 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 أنا اللجنة ماري تتدخل بالعمل لا لا ما تتدخل أنا قصد اللجنة اللي تشكل من ناس أكاديميين أدهر تبات بالدولة مو فقط أنه تنتمي للتيار الصدري لا باحتبار أنه اليوم واحد رئيس لجنة رياضة والشباب هو عباس عليا مجلس وزراء دعم القانون خلي دعم هذه القانون يدعم الموضوع وأن يراقب يعني أسئلك بالسطر الأخير نعم شنو؟ لإزالة الفاسد أو الفساد عامة ولمن يدعي الانتماء لنا هذا الكلام الكثير من الأخوات المصدرين هل تدعي انتماءها للتيار الصدري وهي أعاثت بالرياضة فساد؟ كثيرين كثيرين؟ كثيرين؟ ولماذا ساكتين عنهم لعد أنتم كرياضيين؟ لماذا لا يستطيع هذا يقول لك رجل رجل دين لا يدري الدنيا يعني ما يدري بالملاعب لهذا من أطلقنا أنا واحد من الناس في برنامج حيدر محمد في تحياتنا إليه أنا تحدثت بما أفهم قلت له يا سيد مقتد الصدر يعني خللنا هذا الموضوع